السلام عليكم متابعي دراما سبورت حكينا بفيديو مبارح عن بعض تصريحات الكابتن نبيل معلول واليوم بدنا نحكي عن تلميحات الكابتن نبيل معلول بالطريقة اللي ممكن يلعب فيها مع المنتخب وكمان حكيت بفيديو سابق عن طريقة لعب الكابتن نبيل معلول بشكل عام أو مع المنتخب التونسي وكان بيلعب بطرق مختلفة تماما لما بيلعب مع فريق منافس أو فريق قوي ولما بيلعب مع فريق ضعيف فالطرق دائما بتختلف عند الكابتن نبيل معلول وما بيثبت على طريقة معينة وهلا رح أعرض الجزء السابق من الفيديو اللي حكيت فيه عن طريقة لعب الكابتن نبيل معلول مع المنتخب التونسي وبعدها حنرجع نحكي عن التلميحات اللي حكى فيها عن طريقة اللعب مع المنتخب السوري هلا يا شباب خلونا نحكي عن الرسم التكتيكي للكابتن نبيل معلول الكابتن نبيل معلول بيعتمد على الطرق مختلفة باللعب وهذا الشيء أكدوا من خلال المؤتمر الصحفي اللي كان فيه مع الكابتن حاتم الغايب والكابتن عبدالقادر كردغني إذا لعب منتخبنا مع منتخب أقل مستوى فرح يعتمد الكابتن نبيل معلول على طريقة هجومية طريقة الضغط العالي بنصف ملعب الفريق المنافس بينما إذا لعب منتخبنا دام منتخب قوي جدا أقوى من منتخبنا فنيا فنبيل معلول حيعتمد على التحفز الدفاعي والاعتماد على أخطاء الفريق المنافس وكمان الاعتماد على الهجمات المرتدة من خلال متابعتنا للكابتن نبيل معلول مع المنتخب التونسي بكأس العالم فشفنا منتخب تونس بمجموعة صعبة جدا يا شباب كان المنتخب التونسي بمجموعة منتخب بلجيكا ومنتخب إنجلترا فالمنتخب البلجيكي والمنتخب الإنجليزي من المنتخبات القوية جدا عالميا حتى أنه هالمنتخبين بالذات تأهلوا للدور نصف النهائي بكأس العالم 2018 لذلك كان من الصعب توقع تأهل منتخب تونس أو في أمنيات بتأهل منتخب تونس بوجود المنتخب البلجيكي أو الإنجليزي طبعا مع ضعف المنتخب البانامي اللي كان موجود بالمجموعة كمان لكن منتخب بلجيكا وإنجلترا كان صعب جدا أنك تتأهل على حساب هالمنتخبات وبأول مباراة لعب في المنتخب التونسي بقيادة نبيل معلول قدام المنتخب الإنجليزي لعب يوما نبيل معلول بطريقة 4-1-4-1 بهاي الطريقة حاول يلعب على التحفز الدفاعي نبيل معلول اعتمد على رباع دفاعي ما بيتقدم حط الأظهرة منع تقدم هاي الأظهرة على الرغم من كون لعب معلول عليه معلول بيحب التقدم للأمام لكن كمان كان مانعه من التقدم اللعب الارتكاز كمان ما خلاه يتعدى نصف ملعب المنتخب التونسي فلذلك عمل تحفز دفاعي قوي وأجبر المنتخب الإنجليزي على لعب مباراة صعبة جدا يعني المنتخب الإنجليزي عانى جدا ليسجل هدف أول بخبرة لاعب مثل هاري كين مثل ما شفتوا يا شباب تحدثنا بهذا الفيديو السابق عن طريقة لعب الكابتن نبيل معلول مع المنتخب التونسي وبشكل عام اللي بده يتابع الفيديو بشكل كامل فيه يشوف رابط الفيديو بالوصف والتعليقات بالنسبة لتلميحات الكابتن نبيل معلول وطريقة اللعب اللي ممكن يلعبها مع المنتخب السوري ففينا نتوقع انه ممكن يلعب بطريقة 3-5-2 في حال كان المنافس ضعيف وطريقة 5-3-2 في حال كان المنافس قوي جدا وهاي الطريقة مختلفة تماما عن الطريقة اللي اللعب فيها مع المنتخب التونسي وممكن حابب يجرب هاي الطريقة بعد ما شاف المنتخب السوري وشاف ردة الفعل السلبية بالعودة للخلف وموضوع ردة الفعل السلبية اللي تحدث فيها الكابتن نبيل معلول بآخر لقاء تحدث فيها عن كون اللاعب السوري ما بيرجع للوراء في حال فقد الكرة ولذلك ممكن يعتمد الكابتن نبيل معلول على 3 قلوب دفاع يعني ممكن تشوف بنفس التشكيلة أحمد الصالح عمر ميداني فارس إرناقوطة وأحمد الصالح عمر ميداني وعبدالله الشامي وحتشوف أظهرة بتعتمد على السرعة وكمان أظهرة هجومية بشكل عام خالد كردغلي أو مؤيد العجان حسين جويد أو عبد الملك عنيزان وحتى بخط الوسط حتشوف لاعب خط وسط بمهام دفاعية بحتة يعني لاعب ارتكاز خط وسط ما بيتقدم للأمام وحتشوف سنائي خط وسط عنده المهام هجومية وأكيد لعيبت المهاجمين عنده المهام هجومية لكن مع كل هذا في الحالة الدفاعية الكل لازم يرجع للوراء بالوقت الحالي يا شباب صعب تتوقع أي تشكيلة ممكن يلعب فيها الكابتن نبيل معلول ممكن تتوقع طريقة اللعب لكن التشكيلة صعبة يعني لا معسكرات لا مباريات ما بتعرف خلال هالشهر شهرين ممكن لعب ينصاب ممكن لعب يتألق فصعب تتوقع بالوقت الحالي أي تشكيلة للمنتخب عبيت بهذا الفيديو وبشكل مختصر وضح تلميحات الكابتن نبيل معلول بأن المنتخب ردت الفعل سلبية جدا لما بيفتقد الكرة لما الكرة ما بتكون مع المنتخب فالمنتخب سيء جدا وطبعا الشي اللي حكا الكابتن نبيل معلول وبظن المتابع لقناة دراما سبورت بيعرف اني حكيت عن هذا الموضوع مرارا وتكرارا بأن المنتخب لما بتكون معه الكرة نص مصيبة جيد لكن لما بيفقد الكرة المنتخب بيكون سيء جدا التمركز بيكون دائما خاطئ ممكن الاستثناء الوحيد اللي شفته بمباريات المنتخب كان مع منتخب الصين لما كنا بنشوف كل اللعيبة بيتمركزوا بشكل صحيح لما كانوا بيفقدوا الكرة لكن لم بمباراة غوام بمباراة المالديف حتى مع المنتخبات الضعيفة لما كنا بنفقد الكرة كان فريقنا غير متوازن كان فريقنا ما بيضغط بالشكل المناسب كان منتخبنا سيء جدا بالتمركز وبظن الكابتن نبيل معلول اكد هذا الشي بان ردة فعل اللاعب السوري سيء جدا بالعودة للخلف وطبعا للحل هذا الامر لازم يكون فيه تعاون بين اللاعب والمدرب اذا بتجيب غوارديولا اذا اللاعب ما اقتنع بالطريقة وما نفز الطريقة بالشكل المناسب فصعب جدا تنجح طريقة 352 او حتى 532 او حتى اي طريقة بالعالم اللي بتمنى انه الكابتن نبيل معلول يسبت ع طريقة معينة يعني تلعب بطريقة 352 بخمسة 324424231 نفس الطريقة اللي كان بيلعب فيها مع المنتخب التونسي 4141 كمان بتصير لكن خلينا نسبت ع طريقة خلي يعطي استراتيجية واضحة للمنتخب لما يبدأ بمهامه الرسمية بالشكل المطلوب لان بصراحة منتخبنا صعب جدا ينوع بالطرق تنوع بالطرق صعب جدا لعيبة منتخبنا لان احنا اسا ما عدنا طريقة لعب مخصصة للمنتخب طريقة معينة انو يلعب فيها المنتخب طريقة دفاعية وطريقة هجومية مافي فبتمنى يكون دور الكابتن نبيل معلول تثبيت الطريقة وهذا كل شي بتمنى بالوقت الحالي من مدرب المنتخب وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وقيروس العامل ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا